المعنى الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تملينا رقم 10 حول درس المتراجحات لمستوى السنة الثانية اعدادي الموسم الدراثي 2018-2019 X عدد جدري حل المتراجحتين التاليتين X زائد 5 على 8 ناقص 5X زائد 1 على 2 أصلى المستوى X ناقص 3 على 16 بصغيرة 8-8X على 32 ناقص 22-11X على 33 أكبر منه الساوي 45-15X على 30 يلا انخل التمرين في دفترك ثم أنجزه سنلتقي بعد لحظات لتصحيحي ما يلا الآن نبدأ معا على بركة الله عملية التصحيح الجواب أصغير X عدد جدري عندنا ثم سأنسخ هذه المتراجحة وسأضعها هنا ثم أواصل يعني يرى ما هي الخطوة التالية؟ نعم يمكن هنا أن نقوم بتوحيد المقامات في المرحلة الأولى ويقوم بتوحيد المقامة في المرحلة الأولى يقوم بتوحيد المرحلة الأولى على 16 كمقام موحد والقصر الأخير يبقى كما هو يعني 2 عامل لـ x زائد 5 سأترك عملية النشر إلى المرحلة القادمة على 16 أصعى ميساوي x-3 على 16 والآن سأتخلص من المقام 16 كيف ذلك نعم سأضرب طرفي هذه المترجحة في العدد 16 فأكتب 16 في سأستغل الفرصة هنا وأنشر هذا يجدعين 2 في x أي 2x 2 في 5 أي 10 ناقص 8 في 5x أي ناقص 40x وناقص 8 في 1 أي ناقص 8 على 16 أصعى ميساوي x-3 على 16 في 16 كما ترى هنا ضربنا طرفي هذه المترجحة في العدد 16 إذا انتجاه المتفاوتة لا يتغير الآن ممكننا نختزله بـ 16 هكذا ماذا سيبقى لنا؟ ماذا سيبقى لنا 2x زائد 10 ناقص 40x ناقص 8 أصعى ميساوي x-3 وهكذا سهلت كتابة هذه المترجحة حينما تخلصنا من المقام 16 هنا لسيتو x-40x ناقص 8 هكذا 2x-40x أي ناقص 38x و10-8 أي زائد 2 أصعى ميساوي x-3 يعني الآن سنعزل العناصر التي تحتوي على المجلول x وحدها والعناصر المعلومة وحدها سنكتب ناقص 38x ناقص x أصعى ميساوي ناقص 3 زائد 2 ناقص 38x ناقص x تساوي معنا فعلا تساوي ناقص 39x أصعى ميساوي ناقص 1 الآن سنتخلص من العامل ناقص 39x وذلك بدرب طرفي هذه المترجع في ماذا؟ في مقلوبه بطبيعة الحال مقلوبه هو ناقص 1 على 39 في ناقص 39x ماذا سيحصل لرمز المتفاوضة؟ نعم سيتغير ما هو السبب؟ نعم لأننا ضربنا طرفيها في نفس العدد الساليب غير المنعزيم واللي هو ناقص 1 على 39 الآن سنتخلص من العدد الساليب غير المنعزيم وغيرتنا 1 ويقعنا x أكبر ويساوي ناقص 1 في ناقص 1 أي 1 على المقام اللي هو 39 ماذا سنقول بعد ذلك؟ نعم جميع العداد الجدرية الأكبر من أو يساوي 1 على 39 يحلو لهذه المتراجحة نكتب هذه الجملة جميع العداد الجدرية الأكبر من أو يساوي 1 على 39 هي حلول لهذه المتراجحة نواصل x عدد جدري ننسيتك المكتبش x x عدد جدري لدينا 8 ناقص 8x على 32 ناقص 22 ناقص 11x على 33 أكبر من الساوي 45 40 ناقص 15x على 3 ما هي الخطوة التالية؟ نعم خطوة التالية سنقوم خلالها باختزال هذه العداد الجدرية بالنسبة للعداد الجدري الأول سنقوم بالتعمل هنا في البسط ما هو العامل المشترك؟ نعم و 8 نكتبه 8 عامل لماذا؟ نعم لواحد ناقص x 8 في 1 تساوي 8 و 8 في ناقص x هي ناقص 8x 32 ناقص 8 و 8 في 4 ناقص نفس الشيء هنا سنقوم بتعميل البسط 22 ناقص 11x هناك عامل مشترك ما هو؟ بالفعل هو 11 نكتبه 11 عامل لي 2 ناقص x على 11 في 3 بالنسبة للقسم الثالث لدينا هنا 45 ناقص 15x ما هو العامل المشترك؟ بالفعل هو 15 أفضل عامل مشترك هو 15 نقدرون نعمل بخمسة ولكن 15 أفضل منه؟ 15 عامل لي 3 ناقص x على 30 أي 15 في 2 يعني ثم تبدأ هنا سلسلة الاختزالات ناقص نختزله بـ 8 و ناقص نختزله بـ 11 و ناقص نختزله بـ 15 وستصبح كتابة المطراجحة مبسطة نريع لنا 1 ناقص x على 4 ناقص 2 ناقص x على 3 أكبر المساوي 3 ناقص x على 2 الآن سنوحده المقامات هنا هنا 4 و هنا 3 و هنا 2 فرأيك ما هو المقام موحد؟ صحيح والعدد 12 إذن سنكتبه 3 عامل لي 1 ناقص x على 3 في 4 ناقص ناقص هنا قد نضرب البصر المقام في 4 4 عامل لي 2 ناقص x على 4 في 3 أي 12 أكبر المساوي هنا قد نضرب البصر المقام في بالفعل في 6 نضرب البصر المقام في 6 عامل لي 3 ناقص x و 6 في 2 جسد و 12 يعني 3 عامل لي 1 ناقص x ناقص 4 عامل لي 2 ناقص x الكل على 12 أكبر المساوي 6 عامل لي 3 ناقص x سأترك عملية النشر إلى الخطوة أو المرحلة التالية هنا يمكننا مباشرة نشطبه على 12 شوفنا الطريقة في المثال السابق قد نضرب الطرفي هذه المترجحة في 12 و 12 اللي في البصر باتمشي مع 12 اللي في المقام ببقنا البصر هكذا إن ستبقى لنا 3 عامل لي 1 ناقص x 3 في 1 أي 3 3 في ناقص x أي ناقص 3x ناقص 4 في 2 أي ناقص 8 و ناقص 4 في ناقص x هي زائد 4x أكبر من المساوي 6 في 3 أي 18 6 في ناقص x أي ناقص 6x نواصل ناقص 3x زائد 4x أي x و 3 ناقص 8 تساوي ناقص 5 أكبر من المساوي 18 ناقص 6x يعني x زائد 6x أكبر من المساوي 18 زائد 5 يعني 7x أكبر من المساوي 23 الآن سنتخلص من 7 كعامل هنا نضرب طرفين في ماذا؟ في مقلوبه لي هو 1 على 7 و 1 على 7 كما ترى هو عدد جذري موجب و غير منازم إذا انتجاه المترجحة لا يتغير مشي العدد مع مقلوبه يبقى لنا فقط x أكبر من المساوي 23 على 7 ماذا سنكتب أخيرا؟ نعم جميع الأعداد الجذرية الأكبر من أو يساوي 23 على 7 هي حلول لهذه المتراجحة نكتب هذه الجملة هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو إعدادية برج زيتون مراكش إلى اللقاء